بحث سفير السعودية لدى بلادنا محمد بن سعيد الجابر خلال استقباله المبعوثة الامريكي إلى اليمن تيموتي لندركنج بالعاصمة السعودية الرياضة الجمعة سبل دعم المجلس الرئاسي وناقش الجانبان آليات دفع جهود السلام لرفع المعاناة الإنسانية عن الأبرياء إضافة إلى دعم جهود المبعوثة الأممي إلى اليمن لمقترح تمديد الهدن بهدف التواصل إلى سلام مستدام كما تطرق الاجتماع إلى تداعيات تعنت الميليشي الحوثي المدعومة من إيران إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون للتواصل إلى حل سياسي بين جميع الأطراب للوصول إلى سلام والبدء في عملية الإعمار